افتتح رئيس مجلس الدولة المستشار محمد دامحمود حسام الدين ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أعمال الاجتماعات الثنائية بين مجلس الدولة والبنك الدولي والتي تهدف إلى التوصل إلى وضع خطة إطارية للتعاون بين طرفين في عدة مجالات أكدت وزيرة التعاون الدولي على قيمة علاقات التعاون التنموي بين مصر ومجموعة البنك الدولي وأشهدت بالجهود الإصلاحية المستمرة لتطوير مجلس الدولة والتي تويدت مؤخرا بتعيين 98 قاضية وهو قرار تاريخي يؤسس لبداية مرحلة جديدة من المراحل العمل القضائي في إطار رؤية الدولة والدعم الرئاسي لزيادة جهود تمكين المرأة